معانا مآدير الويكة على الشاشة وفيه أكلات زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما بعملها بتخط يعني مثلا توجد باميا باللحمة الضاني رزم عمر فطير مشالتت الأكلات بتاعت أمهاتنا والزمن الجميل طبعا ده زمن مايتعوضش مآدير الويكة على الشاشة شربة لحمة وفراخ عندك اللي معانا النهاردة شربة لحمة ده سامة عالية مزبطة معاليها بالشوية بوكي جرني وجاهزة عني كتعدي في التلاجة للأمانة ومعانا باميا بتاعتنا الجميلة ممكن تكون بلدي أو مجمدة بنجيب الكبيرة ونقطعها شريح معانا بصلة نعمة معانا كزبرة خضرة كزبرة نشفة مكعبات من الزبدة وبصلة وتومة وشوية حب شوية شغف للمطبخ عايزة أعمل أكلة النهاردة جزء ما كلاش بالطعم ده قبل كده معانا طبعا بتنجان بخلي العدل السفرة بتاعنا تعالوا شوف هنعمل الويكة مع بعض ازاي حلوة او شوف تاسا كده على النار حلوة او الحلوة اللي نشتغل فيها زي الفل تمام نبدأ نحمر بصلة حلوة كده معالاية زيت معالاية سامنة حلوة ايه رأيك اه الله ما صلى على النبي معالاية سامنة حلوة كده من ايدك الحلوة ستة الكل عشان تاخد طعم ممكن تتعامل الويكة من غير شربة فراخ ولا لحمة ممكن تتعامل بمية عادي وزيت ما فيش اي مشكلة خالص تاخد البصلة والتومة ننزل بالبصلية النعمة نسيبها تحمر كده وتاخد لون بالشكل ده كده حلو من وقت للتاني نقلبها الله ما صلى على النبي على النار شديدة كده واسبها على النار على البصلية ما تتحمر وتيبها لونها اشقر كده وجميل نشوف البامية هنشتغل فيها ازاي البامية بتيجي تتجاب تتقمع احنا مقطعينها طبعا مع بعض بس انا هعلمك تقطعها كده سريعا بالشكل ده كده سكنتك الحامية ستة الكل تقطعها ايه شرايح زي دي كده في طبعا اخوانا في السعيد والريف المصري اللي بوجلوه بتحية كبيرة من مزبيرو بيمسكوا البامية دي نشفوها وتتخز النشفة زي البنوخية بالزبط شوفت ازاي كانت زمان ام رحمة الله عليها تحط البامية دي في دوبار كده وتتنشف تتيبس تلاها افرع افرع زي الفرع الدهب كده ومتعلقة في الشمس تبقى متيبسة البامية تلاها في كل القوات كانش في بامة مجمدة بقى ولا متفرزنة ولا الجو اللي احنا فيه دلوقتي خلي بالك اهو ناخد البصلية دي كده والبصلية بتتحمر عشان عنايا ما تدمعش يعملي احط شوية بهرات شوفت خدت لونه حلو ازاي اهو البهرات بتاعتنا للويكة شوية بابريكا شوية كوزبرة شوف اللي سويت بتاعنا كده البصلية اتبهرت شوية الملح التمام واسب البصلية دي تتحمر كده وتاخد لون حلو اهو لان السر بتاع الويكة في الشربة بتاعتها سر الويكة في شربتها اهو شوفت البصلية راحت في مكان تاني خالص اهو شوفت الجو ده كده اهو اهو هتنزلي بالتومة دلوقتي اللي لما البصلية خلاص تبقى متحضرة وجاهزة علل ولماذا لان التومة هتسود منك هنا وتحمر ويبقى شكلها مش لطيف وتمرر لكل عكل بتاعك اهو ينزل بالتوم خلاص زود التوم يا شيك البامي هتحب التوم الله على الخلطة الجبيلة الحلوة دي كده اهو عانا بقى شربة ايه اهو الشربة اللي عندي انا مغزيها معانا بوكي جارني بصل وجزر ياخد غلوة عن نار ده الطبيعي اهو شوفت الشربة الحلوة دي كده اهو بتطلع عام التلاجة تسخنيها وتحضريها وتشغليها اه حالو الكلام انا اخد الشربة دي كده نحضرها ونجهزها للويكة بتاعتنا ده مهم جدا على فكرة وتصفيها كويس شون ما تلعلكيش فيها ارض نفلفل ولا تلعلك فيها حاجات من احنا عارفينها زي مثلا بصلاي اهو 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 دي شربة اهو شربة اهو فيها كل حاجة بقفها البصلة والتومة بوكي جارني جزرية حلوة تومة حلوة اهو ممكن نجيب شوية جسططيب اهو عندك شربة لحمة شربة فراخ شربة بطاية حلوة كنت تسألقها وزة حلوة لبعتيها هكذا شربة جاهزة اهو 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 اهم حاجة ان انا بصف الشربة وروقها اهو واحطها على النار قصيبها تغلي بقى كده انا بجاهز للويكة بتاعتي اخوانا في السعيد الجميل اللي انا بحبه وناس السعيد ورجالة السعيد الناس الطيبين واما عارفين كواس اللي انا بحبهم وبحب اعمل الاكل بتاعهم بيبقى فيه مفرق بتاع الويكة ده جاهز وبتجمع على القيمة بتاعت العروسة مفرق خلاط كبة حاجات دي مهمة جدا اهم من شاشة التليفزيون الشربة على النار بتغلي حلو الكلام اهو اسيبها تتسبك كده وزي الفل اهو شفت الشربة دي اهو بصلاية نعمة سبتها تتحمر مع شوية توابل مع لقيت سمنة حلوة اهو بعدين نزلت بالتومة البهر اهو شفت الشربة اه 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 راية وفاية اه اه شربة اه اه الله اه واسيبها تغلع على النار مش هنزل بالبامية غير لما تغلع على النار علل ولماذا متاكدك كده هتحط البامية وكده كده بالمفرق وهتفرق بص بايا اختي صلى على الحبيب انا لو لزلت بالبامية عالشربة وهي بردة هتسود منك وتبقى الويكة لونها اسود واحنا تعلمنا من السعيد الجميل واهل الاسوان واهل الاسر والناس الطيبين ان الويكة بيبقى لونها اخضر حلو جميل والكزبرة الخضرة في قلبيها باينة وحاجات تفاصيل كده فانا عايز الباب هي تبقى خضرة عشان احافظ على خضرها وجمالها ونظرتها اعمل ايه انزل بيها في الشربة وهي بتغلي وحتطلق الملح بتاعها ومزبطها حلو الكلام يبقى المفروض هنا نغطيها عشان تغلي معنا بسرعة حلو ايه خلصنا من الويكة فاتيتك ايه 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 ده زلزال فعل بالحلة او ده او ده اه لسه مش هنزل بالبامية دلوقت غلا لما الشربة تاخد حقها لان حاطت بصلة حلوة وتومة حلوة وشوية بهارات ايه رأيك ننزل بالبامية بص على الحلوة بص على الشاوة ايه 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 بص ايه شفت ايه 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 الويكة ياويكة ايه وصيبها تستوي يا اختي ايه لغاية لما المفرق اللي انت جايباه يفرقها كلها في قلب بعديها ونغطيها يلا نشوف مع بعض ايه الويكة ايه الدنيا يوا ده شفت الخضر والجمال بتاع البامية جامنين في حالة يلا اخوانا وحبابنا بتوع السوشيال ميديا اللي انا بحبهم في حالة في حالة في حالة سلء الخضروات اه اه شفت الخضر والجمال اه 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 شايف الخضر اخضر تحلم الاول كمان في حالة الله يرحبك استاذ فادي المهندس في حالة اه سلء الخضروات نضع الملح عالماء اسناء الغليان اه 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 وحزاري انك تسليه خضار في قلبه مية من غير ملح هيسود منك سواء بسل بزلة سواء كوسة سواء بامية سواء بروكلي اه سبانخ اه هو ده اه شفت الجم اه بتسليه وراء الخاصة علشان تعمليه محشي لازم تحط رشة ملح صغيرة في قلب المية اه الصورة على الشاشة بتتكلم مصري وايه كان من قلب السعيد المصري والريف المصري اللي بوجله تحية كبيرة من مزبيره وكل عام وحضراتكم بخير لينا مفاجهات حلوة بيزد الله تعالى في الشهر الكريم بجمع فيه على خير ان شاء الله حالوا الكلام نخلي البامية اه نعمل الصلصة مع بعض اه صلصة الطحينة زيت زيتون هلو قوي هلو هلو وفي قلب زيت الزيتون ده عم مش شيفه بننزل ببصلايا نعمة وتومة نعمة اه بصلايا يعني عارفة اللي هو اشي اشياء كده اه اه ياليه التومة على طول اه اه ياليه الصلصة الحمراء كل ده يشيف اه الموضوع احنا مختلف انا مش هستنى التومة اه ونقلب كل دول مع بعض اللهم صلى عن النبي اه وجنبي مية بتغلط اه شل دي من هنا حاضر اه وشل دي من هنا حاضر اه ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هي دي للبتنجانة اه اه تانى عملت ايه يشيف بصلا تومة معلات فلفلة حلوة مدرسة يا مجازي طول عمرك مدرسة يا مجازي انا هعمل تركاية دلوقتي مش موجودة في المكرر هزود الفلفلة الحلوة دي كده اه واقلب كده حلوة اصيبهم على النار شويس بكم الفلفلة الحمرة دي جميلة طعمها حلوة دايما بتعلي من الطعم اه حنية اه هنقلب كده اه شكرا يا دارش اه نقلب كده اه دارشي جابلك وزبارة خاضرة انا كده بقول اه هنقلب اه شفت الحلوة دي كده اه شفت التركاية اللي جاية دي كده بقى الطعم الحلو ده كده اهو 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 تاني هناخد منه شوية بص 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 على الحلوة والشهاوة بص رايح على فين؟ على بلد المحبوب والسعيد الجميل اهو 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 اوة ده اوة ده اوة في قلب الا القلاف الويكا خدتها مكان تاني خالص اهو ده المطبخ شفت بقى المادة الزللية اللي بتاعة البábCA بدأت تظهر زي اهو ونرجع تاني بدي كده اهو عايزت بص على الويكا لا بص على الويكا وشوف الزلزال في قلب الحل الزلزال ده بيتكلم من الريف المصري وص هواة ده اوة ده ايه الحلوة دي ايه الده جمال ده ده زلزال اوه ده جا وقتك يا عم تشيل جا وقتك تشغل الهندي ميكسر بتاعك علشان ده مش موجود طبعا دلوقتي يعني كان ايه زمان يعملوها بالايه بالمفرق حاجة دي سريعة كده اه اه من مصروف البيت يا اختي يا عروس يا ست الكل يا امراي من مصروف البيت هتجيب البتاع ده يعملو كام يعني سعره في متناول الجميع اه ممكن بتجيبه بالقسط كمان عادي اه بس بيساعدك وبرياحك اه 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 بتعملي شربة عس بتعملي شربة اه قدار اه اه خلاص خلاص ضربة والتانية اه 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 المفرق بياخد وقت شوية اه 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 هي بتاخد قوامل وعدية اه 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 تحط دي ونشا دي ونشا ده اللي هو يعني ايه بقى تحط في مقزك وتحط الفخ بتتحكي اه اه والله حد يعمل الويكا بتدي والنشا اه اه ايه البامية لما بتتفرك او بتترب كده بتاخد قوامل وحدية دي عايزة العيش بقى لايه التاري الحلو اه الله تشوفوا القوام تدفع كام خلاص اه الله راحت البامية لسه عمل لها طاشه الوقت لسه وقتها مخلص خلي بالك لسه فيها شغل كتير بص الله اه الله اه اكلة الويكا دي مع العيش البلدي اه 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 عايز اعمل طاشة للوكا على النار شديدة كده هنا ايه رايك كده اهو تنجزنا الخالدة هنا ننزل بالكسبرة النشفة الله تبتعمل فتة اصبر على رزقك يا غالي كسبرة خضرة وارد في الصعيد مش بيعملوها بالطاشة دي وارد انا مش عارب بصراحة يعني يعني كل ام في عمال الويكا الباميا الشلولة وحاجات اللي هي من الزمن الجميل دي كل ستة طيبة بيديتها بتختلف من ام الام من بيت لبيت وهكذا بس تشيب المغازي يعني الباميا يعني كسبرة خضرة وكسبرة نشفة معلقة سمنة بلدي عندي شربة لحمة حلوة اهو شربة الطاشة دي اهو 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 الله موضوع تاني خالص اهو حلو قوي شوية فلفل اسود الله الله عليكم على والديك اهو وعندي الويكا جاهزة حلوة شفت رحة الكسبرة الخضرة ناخد الويكا بتاعتنا الطيبة دي كده مخرجنا اسات زيت المصورين حبيبي هو ده هو ده شفت الطاشة دي راح على فين؟ على فين؟ على فين يا مغازي؟ يلا على فين؟ على فين؟ هو هنا اهو 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 لا يا شيفة ده موضوع تاني ده نجرب لسه مخلصتش نجرب لسه مخلصتش مكان تحمير اهو اهو ده يلا هو ده منقلب لأ ويكا نسميها بقى ويكا على طريقة مين؟ المغازي اهه نغرفها مع بعض؟ يلا بنغرفها مع بعض الله ما صلى عنه الطبع الحلو ده يستهلها جنب البتنجان عمنا ايه رأيك؟ اللوكيشن ده بتاعها حلو كده معانا حلو تشوف الباميا ويها نازلة تتنغب ويها بتتكلم مصري من السعيد المصري باميا ويكا اه مع العش البلدي ايه 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 الله ما صلى على النبي ايه هنية حاضر يا فد اهو جهزة كده فلا